دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأخبار والأنباء موجز الثامنة صباحا مع دينا شرف اتفضل يا دينا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير في إطار التجهيز للافتتاح الرسمي وقال رئيس الوزراء أن هناك حرصا شديدا خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية كما قام مدبولي بزيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف والذي يعرض أو يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات استشهد فلسطينيون بعد قصف من طائرات الاحتلال روضة تأوى نازحين شرق رفحة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية باستشهاد طفلتين في هذا العدوان وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية الروضة الواقعة في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطع غزة تم الكشف في مجلس النواب الأمريكي عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس وكان المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وفق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإرادات الداخلية الأمريكية ذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذت ضربات على 36 هدفا مرتبطا بقوات الحوثي في اليمن وأشار البيان إلى أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابعة لقوات الحوثي تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ضمرت صاروخ كروز مضادا للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر أعلن رئيس السنغالي مكيسال أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نازهاتهما بشأن ملف الانتخابات جاء هذا الإعلان قبل بداية ساعات من بدء الحملة الانتخابية للإقتراع الرئاسي وأضاف أنه سيطلق حوارا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة قال رئيس تشيلي بورتش جابرييل أن ما لا يقل عن 46 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرق الغابات التي تنتشر في وسط البلاد مشيرا إلى أن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح هذا وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبرياسيو الذي يقتنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد نيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء وقالت وزيرة الداخلية كالورينا توها إن عدد الحرائق المستعى أو المنتشرة في أنحاء البلاد بلغ 92 وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخامسة والخمسين خلال عشرة أيام من استقبال الجمهور إجمالي عدد زائري بكل أيام المعرض العام الماضي ووصل عدد زائري معرض أمس السبت نحو 305 185 زائرا ليصل بذلك إجمالي عدد الزائري حتى الآن إلى 3 ملايين 808 624 زائرا يذكر أن الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي كتاب تستمر حتى 6 من فبرايب بمركز مصر للمعارض الدولية ورياضيا تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدورة النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على كاففردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسة الدور الربع النهائي وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح منتخب جنوب إفريقيا بعد التقلق اللافت لحارسه رانن ويليامز الذي نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيحية ومنح منتخب بلاد تذكرة التأهل لدور نصف النهائي ختم ومجازئة الثامنة فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر